الموضوع بقى تصعد جامد والتفصيل اللي كنا نتكلم فيها فكرة الجزء التجاري أو الشق التجاري في المنظومة الرياضية يعني الحقيقة موضوع تصعد جامد في القطار ده خد بالك الأستاذ العامري المزيد العامري فاروق لما جئي تكلم على الأندية في أوروبا مع عددتهم غير عددنا يعني ما فيش حاجة اسمعه عدو في نادي ريال مدريد يعني ده فرقة فيها ثلاث ألعاب أو أربع ألعاب ولكن ده اقتصاد قوي جدا يعني هم مركزين في دي لكن انت علشان عندك دور زي ما الأستاذ العامري اتكلم على دورك في المجتمع المصر انك انت انك تعمل ألعاب كتيرة وتعمل للأعضاء وتعمل خدمات للأعضاء ده ده حاجة غير الكورة خالص يعني علشان كده علشان كده انت لما تيجي تعمل عاوز تجيب فلوس لأي نادي انت هتجيبها منين من اللعبة الشعبية الأولى أو أو انت تجمد الألعاب الأخرى علشان تدي دخل ما تبقاش وتصرف بس فهي قضية كبيرة جدا وقضية المفترض ان الناس تبقى تاخد بالها منها يعني في الأندية كلها لانك انت لو ما وقبتش العصر وانك ما بحستش عن دخل يعني لك انت تخيل في أندية شعبية جمهيرية انتهت في مصر يعني انت بتتكلم على المحلة مثلا هي رجعت الدورة ودي حاجة كويسة قوي لكن المحلة دي طول عمرها نادي رقم كبير ونادي ورقم صعب في مصر في كرة القدر المفترض انه ما كانش يغيب عن الدورة دقيقة مش سنين نادي المنصورة انت بتتكلم وكروم الترسانة وكروم الترسانة فكل الناس دي لو ما انتبهتش ان هي تحسن يعني عايز اقولك دخلها بالمعنى الأصح وان هي تبقى عندها اقتصاد ليها خاص وان هي تعرف تجيب فلوس هتبعد وهتدخل شركات وديك شفت المستثمرين فعلا دخلوا تجربة بيرمتز تجربة بيرمتز تجربة هيلة جدا في مصر خلي بالك الناس ممكن يكون فيما شده وحاجات كده لكن التجربة نفسها نكحة جدا فوق ما تتخيل بدليل ان هنا دي عندك فيه اربعة من اربعة لستة او سبعة لعيبة في المنتخب القومي يعني افاد القرى المصرية وعمل وعمل او ديين من منين ايوه هو احتراف احنا بنتكلم على احتراف ايوه مش ناشق وبعدين يعني كبروا مثلا في فريق اول لا بس انا عوز اقولك حاجة مهانتي فيه اندية لو خدت تاريخات لها انشاية مثلا سنة اتنين وسبعين وفيه اندية انشاية سنة ستة وتمانين وفيه اندية انشاية سنة تمانية وتسعين وفيه الفين وسبعة واندية بتاخد بطولات دلوقتي لكن هو الامر اللي انا بتكلم الافادة انك كلما تقطر الاندية يعني دلوقتي اف سي مصر اتخذت اه لهاية زاد طب دي حاجة دي حاجة تبقى كويسة ما عبرمز هيدخل خمس ستة اندية يعني انا كنت اتمنى ان حد يستثمر مثلا في المحلة في المنصورة في الكروم في الترسانة في الاندية الكبيرة دي اللي تقدر تجيب رقم اولا هيجبولي هيعملولك في الرياضة او في كرة القدم انا بتكلم فعل كرة القدم احنا لو تكلمنا على الدور اللي قبل ده كان برمز رقم كويس بي وعمل اداء كويس ولو تكلمنا بلعب فاينال افريقي يعني حاجة كويسة وتجربة حية ويمكن ملابسات انتقال اللاعبين الى هذا الفريق بصفة خاصة يعني هي اللي خطفت الانظار وبعدت الانتباه عن طب الفكرة في حد ذاتها فكرة اني بقى فيه منظومة رياضية لها الحسابات اللي حضرتك تكلم عليها